موسيقى يقول ابن الأثير فسار من دمشق إلى ناحية حلب ليلقى سيف الدين فالتقى العسكران بتل السلطان إذن صلاح الدين الآن تصالح تحالف مع الفرنج وتحرك إلى حلب وكان سيف الدين قد سبقه فلما وصل صلاح الدين كان وصوله العصر وقد تعب هو وأصحابه وعطشوا فألقوا نفوسهم إلى الأرض ليس فيهم حركة فأشار على سيف الدين جماعة بقتالهم وهم على هذا الحال لاحظ هذا سيف الدين بهذا المقدار من الغباء والجهل ويقود الناس إلى الموت لاحظ أتى بعسكر معنويات كما يقال معنويات صفر كانوا يتمنون الهزيمة والرجوع إلى بيوتهم على أن ينتصروا على صلاح الدين وعسكر صلاح الدين فكيف يقاتل بهؤلاء؟ لكن مع هذا التفت كيف يضيع الفرصة الأخرى؟ يقول فأشار على سيف الدين جماعة بقتالهم وهم على هذا الحال فقال زلفندار ما بنى هذه الحاجة؟ لاحظ يعني قالوا له سلاح الدين كما قال قبل قليل كما قرأنا قبل قليل وقد تعب هو وأصحابه تعب سلاح الدين هو وأصحابه وعطشه فألقوا نفوسهم على الأرض ليس فيهم حركة فقالوا لسيف الدين جماعة لماذا لا نقاتلهم الآن وهم على هذا الحال؟ فقال سلفندار ما بنى هذه الحاجة إلى قتال هذا الخارجي في هذه الساعة غدا بكرة نأخذهم كلهم فترك القتال إلى الغد أيضا عندي تعليق هنا أقول الدولة الإسلامية الزنكية وولاة الأمر الزنكيون يعتبرون صلاح الدين خارجيا انتبهت ماذا قال زلفندار قال ما بنى هذه الحاجة إلى قتال هذا الخارجي في هذه الساعة ويقول ابن الأثير فلما أصبحوا اصطفوا للقتال فظن عساكر سيف الدين أن السلطان قد انهزمه طبعا صارت أحداث المعركة الآن يقول فظن عساكر سيف الدين أن السلطان قد انهزمه وهم أيضا عندهم معنويات ليس عندهم معنويات معنوياتهم صفر وهم يبحثون عن الهزيمة فظنوا أن 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 السلطان قد انهزمه أن سيف الدين قد انهزمه فانهزموا فظن عساكر سيف الدين أن السلطان قد انهزمه فلم يثبتوا وانهزموا موسيقى